كل الحاجات الحلوة اللي هتنجزها هتنجزها وانت مزنوق فاكر المادة اللي فرتكتها لمجرد ان امتحانها كان بكرة اي حاجة عندك برح فيها سواء في الوقت او كل حاجاتها متوفرة يعني دي مش هتاخدها على محمل جد مش هتعملها بالجدية الكافية او الالتزام الكافي مش هتخلصها اصلا لكن الزنقة او الوقت المحدود او انك تبقى حاسس ان وراتك مهمة معينة لازم تفنشها ده في حد ذاته هيديك طاقة وهيخليك بتركز بس على الحاجة اللي انت عايزها مباشرة وتشتغل كمان في في السوشال ميديا قاعدة كده مشهورة اسمها اللي هو وقت اقل على السوشال ميديا بيديك منافع اا اكتر يعني مثلا انت لو عندك اليوم كله فاضي واقل على السوشال ميديا السوشال ميديا اللي هتليدك تلاقيك اقل بتعمل كده وخلاص غير دي توديكش مال ودي تجيبك يمين وكده لكن لو انت عندك مثلا بعد شغلك نصف ساعة او ساعة بتعودها بس على السوشال ميديا انت عارف انت عايز ايه او بتفكر في ايه طول النهار فهتدخل عليه مباشرة وتعرف وخلصة يعني مثلا لو فيه شخصين شخص اللي قلنا عليه اللي هو فاضي جدا ما فيش وراء ايه حاجة بينام ويتمرقع براحته وواحد تاني بيخلص شغل اللي ما اتأخر شوية فما فيش عنده براح يعني في يومه الا ساعة او نص ساعة والاتنين عايزين يخلصوا كتاب تفتكت مين اللي يخلصوا اسرع والله في اغلب الاحوال الشخص اللي مضوط اللي ما عندهوش غير نص ساعة في يومه ده احنا كده احنا كبشر كده نفسيتنا متركبة كده اختيارات كتيرة جدا مش هتختار اي حاجة خالص هتوقت تضيع وقتك بس فهحدد حاجة واحدة في الوقت الواحد وخلصها بسرعة وبلاش افلام بقى ولو انت شايف ان انت مهامك كتير قوي كده او عندك حاجات كتير لدرجة انت متلخبة مش عايف تبدأ بايه بباتلك سكرتيرة تزبط لك الدنيا دي انت عارف حاجة واحدة للاخر حتى لو قد كده والمنافع اللي منها قد كده احسن من مخطط كامل انقاذ القدس من الاحتلال الاسرائيلي بس على الورق بس فاشغل نفسك دايما خلص الحاجة اللي انت شغل عليها من غير دراما وهقول هلك تاني الفضى وحش بس اللي اوحش منه انك اصلا تحاول تدور على الفضى